بالتأكيد الطبخ ليس مجرد عمل يومي لتلبية احتياجات الجسد بل هو فن يجمع بين المكونات لتتوازن النكهات ليخرج لنا الطبق يحمل في طياته حبا وشغفا في كل وصفة هناك قصة تحكى عن التراث والتقاليد عن الأمهات اللواتي أنقلنا أسرار المطبخ جيلا بعد جيل كل شيف يرى الطبخ بزاوية مختلفة البعض يجد فيه طريقة لاكتشاف الثقافات بينما يجده آخرون مساحة للتعبير عن الذات والتجديد وفي هذا اللقاء نستضيف معنا الشيف مروان الزبيري لنعلم من أي زاوية يرى المطبخ ونعرف بالتأكيد عن أسبب حبه للطهي وغيرها من المحاور فأهلا وسهلا بك معنا مروان نورتنا في ديوان بلقيس أهلا وسهلا في شرفتكم حياة الله يا مروان منور معنا بداية يعني كالعادة ربما نسأل السؤال المهم والمحور الذي يعرفنا عنك بشكل أكثر رحلتك في عالم الطبخ وهذا الفن حدثنا عن رحلتك في هذا المجال كيف بدأت؟ أولا رحلته كانت صدفة وما كان شيء عن يوغوط تخصص دراستي مختلف تماما عن الطبخ فالطبخ عبارة عن هواية وليس مهنة لكن كانت البداية في 2009 حصل الظرف أسري سافروا القائمين على المطبخ فظلينا احنا شباب والوالد فأكلنا كم يوم في المطعم وبعدها قلنا لهم ايش رايكم نطبخ نحنا قالوا ما حد يعرف يطبخ قلت لهما أنا تكفل بهذا المنظور طبخت وكنت استمد المعلومات من الوالد الله يحفظها كنت اتصل لها واخذ المعلومات وطبخته خلاص وفاكتشفنا انه في نفس فكانت هنا البداية ايش كان اول تجربة ايش كانت اول طبخة جربتها يعني وبدأت يعني نقول ايش تجرب على العائلة في البدايات وما كانش طباق واحد كان رمضان وكان عندنا اكثر من طبخ فاطبخت سقبوسة ورز وصانونة كان يوم حافل ما شاء الله يعني مائدة متكاملة ما شاء الله تبارك الله طيب بالنسبة لمروان هذه الاطباق الآن التي قمت بربما بخطة تجارب العديدة فيها ما هي افضل الاطباق بالنسبة لك افضل الاطباق بالنسبة لي هو المندي يعني هذا من الوصفات ومن المطبخ اليمني انت تشوف انه المندي افضل شيء هل هو سهل في الاعداد بالنسبة لك انت تقدر تطبخه بسهولة او هي وصفة صعبة لا المندي هي وصفة صعبة هي اصلا تطبخ تحت الارض وتطبخ بالحطب لكن نحن نعملها بطرق بديلة بالبقاط نعمل رمل في القدر ونعمل حطب ونبخره ونطبخه لكنه كاصل هو يطبخ تحت الارض والحيل فيه نكهة الطبيعة نكهة الارض ونكهة التربة ونكهة الحطب فعلا هي افران مخصصة لكن بالتأكيد انت لك تجارب مع مطابخ اخرى عربية او حتى عالمية ايش اكثر المطابخ يعني انت تحس انه تميل لها اكثر تحب وصفاتها واكلاتها مطبخنا اليمني بعد المطبخ اليمني بالتأكيد المطبخ اليمني ويعتبر مطبخ ثري الاطباق السورية برضو انا ديوة والفلسطينية كمان خفيفة طيب انت قلت في البداية انه الان مهنة الطبخ هي بالنسبة لك مهنة وهواية هل تفكر فعلا مروان ان تتخصص في هذا الموضوع وتنتقل الى مرحلة متقدمة في الطبخ وتتحول الى شيف وطباخ ويضا تترى نفسك في مكان مختلف في هذا المجال هو كمهنة شوف حاليا انا احنا الان في السعودية انا لشهر تقريبا فدخلت يعني فرصة عمل العمل الحلو فيه هو في تخصص الدراسي في مقال الهواية مستثمر يمني فاتح مطعم هنا في صد التأسيس والتجهيزات لمطعم فانا بمسك معاه ادارة في مقال الطبخ جميل يعني نقدر نقول هذه ان شاء الله تكون هي البداية زي ما قال سالم للاحتراف وانه المجال هذا يحتاج الى اشخاص متخصصين مش من دخل المطبخ يعني صار شافية هي فعلا مهارات واشياء ودقة وتفاصيل لكن احنا كمان بنشوفك ما شاء الله يعني نشط على موقع التواصل الاجتماعي بتنشر كثير من الوصفات والاكلات انت كنت حابب انه انت يعني تشارك الناس هذه الاشياء ولا هي بالصدفة ولا انت كنت مخطط كذا يعني يحكي لنا اكثر عن هذا الجانب وكيف تفاعل الناس مع الوصفات اللي بتنشرها هو في البداية كان انا اشارك يعني ناس معينين عندي في الاسرة صور الاكلات اللي انا اعملها لانه انا شخص مهوص في الاكل فقالوا لي لا ليش يا اخي ما تنشرش ليش ما تبداش تعمل لك سطحة ليش ما تبداش فبديت انشر يعني بناء على نصائح الناس القريبة مني جميل وكيف شفت التفاعل ايوا لا التفاعل صراحة في السوشال ميديا يعني الناس عرفونا من الفيسبوك بديت عملت لي صفحة الصفحة باسمي ميون شيف وبعدين في مجموعة اسمها الطواهش دخلت فيها واصبحت يعني من الاعضاء من ادمن هذه المجموعة هذه المجموعة خاصة في الاكل تتعلق بما يخص الاكل لمننا احنا تقريبا مئتين وعشرة الف عضو في الصفحة هذه اكبر صفحة مؤثرة في السوشال ميديا في جانب الطعام هي مرقع للتقارب مرقع للوصفات مرقع للمشاريع المنزلية يعني عبارة عن مدينة تحتوي كل سي ففيها يقدروا الناس يشتروا والناس يعرضوا برضو منتقاتهم المشاريع المنزلية والاطباق فالسوشال ميديا عرفتنا كثيرا على الناس وعرفت الناس فيه طيب بخصوص هذه الصفحة وربما متخصصها في مجال الطبخ هي ربما تكون يعني الان وسيرة للوصول الطبخات والاصناف اليمنية وربما تكون سلاح ذو حدين هل هناك يعني ما تعرضه أنت ومشاركاتك في هذه المنصة تكون تحافظ على الهوية تحافظ على الشكل والذوق للطبخات اليمنية وتساهم بالأخص التقليدية أيوة التقليدية خاصة بنشر الطبخات اليمنية بشكلها ولونها ورائحتها على الأقل حتى عبر أسالة التواصل الاجتماعي هل تحافظ على هذا الدور أكيد فالمجموعة لا تحويش ناس فقط من اليمن المجموعة تحوي ناس من بلدان عربية كثيرة فحنا نحاول نوصل أطباقنا وتراثنا بشكل مرتب بشكل لطيف للناس وبرضا نوصل وصفاتنا يعني الناس تقرب وتقدر تطعم وتوصل لللي إحنا عايشينه إحنا عايشين في مطبخ غني وثري صراحة المطبخ اليمني واعتقد أنه من أكثر المطابخ تنوعا بالوصفات طيب بروان أنا أسألك في موضوع الطبخ هل فعلا المطبخ اليمني فيه صعوبات وتحديات خاصة بالنسبة لك أو أن الموضوع سهل يعني الموضوع بسيط أن الواحد يكون طبخ من ثاني يوم لا هو أكيد مش بسيط طبعا مش بسيط والنفس العب دور برضو الشغف أنت لما تطبخ بمزاق تطبخ يعني بحب زي ما يقولوا عكس لما تدخل أنت وأنت مش فاهم وحنا ناس نطلع نقرأ نتابع نشوف وصفات نسمع نغذي المعلوماتنا نكتشف نستفسر نسأل فمش الثاني يوم توقع طبا يعني أنا أول مرة قررت أسوي خبز كنت بعمل كارثة يعني حكي ايش اللي حصل ايش اللي حصل احكي لنا ايش الكارثة والله كنت مصرعة للأمي اللي احفظها حقها خيرية قلت لها يا أمي با عمل خبز بالتنور يا ابني يا ما فاصمم فتكعت الخبزة اقتربت النور وكانت بتوقع كارثة الحمد لله انها عدت على خير بالنسبة للشباب اليوم المغتربين او حتى الشباب اللي يحبوا المطبخ يمكن السيدات يتعلموا المطبخ لكن احنا نتكلم على الشباب والرجال والشباب اللي حابين يتعلموا المطبخ ايش ممكن انت تنصحهم انهم يبدأوا فعلا يتعلموا ايش اول يعني نقول ثلاث نصائح ممكن تقدم لهم علشان يتعلموا مهنة الطاهي والطبخ اليومي اطلع واسأل وابدأ واستمر يعني لا توقفش مش مرة مرتين فشلت يعني انه خلاص الدنيا بتوقف لا استمر يعني نذكر مرة حاولت اعمل كيكة سنة عشر مرة عشان تضبط معي سنة عشر محاولة في البداية في 2010 تقريبا لا توقفش ابدأ استغل على نفسك جميل جدا يعني فعلا انه تحقق من خلال هذا المسار مهنة يعني تحترف فيها وتقدم المطبخ بالاخص نطبخ اليمني بحاجة الى محترفين بحاجة الى اشخاص يعرفوا العالم على هذا المطبخ الثريب بكافة وصفاته فنتمنى لك التوفيق يا رب في مسيرتك بداية العمل هذا اللي حكيتنا عنه يا رب بإذن الله يعني منها الى الأعلى شوفة التطاق كبير بإذن الله شكرا لك وتدخل في الموضوع ليس كهوايا وإنما يتحول إلى موضوع مهنة احترافي واحتراف وربما تمثيل اليمن أيضا شكرا لك مروان الزبيل شكرا لك شكرا لك مروان